مرحبا برج الجدي هذي قراءتك العامل رح نلقى فيها نظرة على وضعك المالي الصحي العاطفي وأيضا أي أخبار أنت منتظرها أو تتوقعها في المستقبل الأول ترتل رح يقولون تبع طاقتك العامل الشهر عندك ثلاث الأقصان طاقة نارية طاقة انتظار ما طلبته ما تمنيته أن يأتي إليك لنتظر السفن أن تأتي إليك لأن فيها حمولة أنت تحتاجها وأيضا أربع الخماسية طاقة الأرض والترابية هي طاقتك تحس أن ما لديك من أموال غير كافية عشان تنمو الكرتين مع بعض يبينون لي نقطة مهمة في حياتك أنت تحس أنت غير راضي عن أدائك في الحب والمال أو الأثنين مع بعض تحس أن وصلت إلى مرحلة وإن كنت مستقر مادياً وإن كنت وصلت إلى وظيفة معينة أو منصب منيح لكن عندك إحساس أن المفروض تكون أكثر من هكذا غير راضي عن الوضع احتمال أنك أيضاً قاعد تبحث عن وظيفة أفضل عن دخل أفضل في نفس الوقت مشروع تعدل بدخلك هذه هي طاقتك لهذا الشهر على صعيد الحب ثلاث الأخصان مثل ما قلت لك كرت انتظار السفينة أن تأتي احتمال أن في شخص رحل عنك أنت منتظار رجوعها منتظار أن يأتي إليك يبق بعضك يوم من الأيام ويطلب منك أو يكون مستعد أن يتفاهم معك من جديد أو أنت انتظار الحب بشكل عام لأن تحس أن في شيء غير كامل عندك لديك ما يكفي حالياً بجانب أيضاً كرت الإمبراطور لديك ما يكفي ولكن ليس ما يسعدك أحس أن بطبيعتك أنت يا برج الجدي دائماً عندك تحكم بالأمور اللي لها علاقة بالأرض الأمور المادية سهل جداً أن أنت تأتي بالأمور المادية لنفسك ولكن تحس أن دائماً في الحب أو في العلاقات أو في التفاهم حتى مع الحبيب هنا تحديك الخاص هذا يمثلك تحدي الأمور المادية ليست تحدي بالنسبة لك تستطيع أن تعدلها في أي وقت تستطيع لكن ما ينقصك هو السول ميت احتمال أنك التقيت بشخص حالياً غير موجود في حياتك لأي سبب من الأسباب انفصال، فراق، ابتعاد، واحد عملنا الثاني بلوك أنت احتمال أيضاً، رحلت عنه ولكن التار يخبرك أن أنت الآن في مرحلة التراقب تنتظر إما أمورك المادية تتعدل رح تحس أنك عندك ثقة أكثر أحسان أن تتوجه باتجاه الحبيب إذا هو لم يأتي بعد فترة ولكنك بانتظار شيء ما دي معين يتحسن عندك بحيث تحس نفسك وافق وتعرض على هاي الشريك أو الحبيب أو حتى تستقبله عندما يرجع إليك أمورك المالية أو حياسك العملية يا برج الجديد عندك الامبراطور ولكن معاه أربعة سيوف طاقة هوائية أرى أنك حالياً أنت مسيطر مثل ما قلت لك أنت عندك ثبت نفسك في أمور معينة في الوظيفة أو في المال أو في الدخل ما ثبت نفسك ولكن حان الوقت لأن تعيد تغيير أولوياتك لأن في هاي المرحلة ترى يخبرك أن أنت مش قاعد تنتظر أموال جديدة تأتيك وإنكم تتحاول ولكن هاي المرحلة هاي الشهر بالذات مهم قبل أن تأتيك الأموال الجديدة أن تعيد ترتيب أولوياتك تغير من أسلوب حياتك مثلاً تخفف المصاريف تكثر من التوفير أو تغير أنت عندك أربعة سيوف عندك أربعة أمور هي قاعدة تستنزف أو تأخذ الأكثر من دخلك دخلك قاعد يتوجه إلى أربع أمور رئيسية حان الوقت أن أنت تقلل تعيد تغيير النسبة وترتيب هاي الأولويات عشان تحسن من نفسك عشان تحسن من وضعك الاقتصادي هذي أول خطوة عشان لما تأتيك الأموال الجديدة في المراحل القادمة تكون أنت أصلاً أولوياتك تخدمك يعني لما تأتيك أي أموال جديدة ما راح تروح كلها باتجاه المصاريف مثلاً راح يكون أنت جاهز لنفسك فكرة معينة مشروع معين راح أيضاً أدخلك مدخول أكثر فجداً مهم يا برج الجديدة أن هاي الفترة تكون عندك توازن مادي وأيضاً تتحكم في نفسك كارت الأمبراطور دائماً التحكم بالنفس مهم أن أنت تتحكم بنفسك بما يخص هاي الأمور أحس أنه عندك رغبات معينة أسلوب حياة معين تعود أن تصرف الكثير من الأموال في جانب معين جانب أما التجميل أما التخسيس أما الأكل في الخارج أما الخروج مع الأصدقاء في عندك جوانب يحتاج أن تخفف منها يعني تسوي cutting down حق الأكسفنسج تبعك عشان تكون أقوى في وضعك الاقتصادي حالياً يخبرك أن أنت مو محتاج أموال جديدة تأتيك أنت مجرد تعيد جدولة مصاريفك في الوضع الصحي أنت جداً في عنصرك ملك الخماسيات ملك الأرض أنت في عنصرك عنصر الأرض مش ناقصك ولا شيء احتمال أن أغلبكم إما في نهاية العشرينات أو بداية الثلاثينات ولكن التار يخبرك أن أنت في مرحلة أقوى مراحل الصحة فحافظ على نفسك لأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرض صحتك للخطر كثرة التفكير برج الجدي من النوع الذي كثيراً يفكر دائماً يسمى البرج الأرض الذي يتصرف كأنه هوائي لأنه أيضاً يحكم بكوكب زحل ساتر وكثير التفكير طاقتك أيضاً هي طاقة زحل كوكب المنطق والعقل والتحليلات والأمور المنطقية كثرة التفكير احتمال أنها تسبب لك أرق دائماً أول شيء شدني إلى ملك الأكواب هو قلبه أن صحتك منيحة وقوية جسدك منيح لكن طاقتك النفسية نفسيتك إذا لم تشتغل عليها صح إذا لم تكن كل يوم تستيقظ الصباح وتحس أنك ثعلاً صحيح من داخل من قلبك سعيد أيضاً هذا اللي رح يأثر على صحتك وأيضاً أنت عندك إفراط في الشيء معين أول شيء التفكير ثاني شيء احتمال عندك إفراط في الشرب شرب الشاي شرب أي شيء ثاني الكأس أيضاً جذبني عندك إفراط في الشيء معين كثيراً مثلاً تأكل فاسفود أو كثيراً تسهر عينها أيضاً جذبتني كثير السهر هذا جداً ممكن يعرف صحتك للخطر على المدى الطويل حتى وإن كنت في أس صحتك هذا هو السبب الأساسي اللي ممكن تسهكي منه في المستقبل أو تعاني من عوارض فحط بالك على قلبك منطقة القلب المنطقة الروحانية مساعدتك الداخلية الشرب وأيضاً مثل ما قلت لك السهر وكثرة التفكير العقل العين لا تفكر كثيراً ولا تكون سلبي أيضاً في تفكيرك دائماً تتوقع الأسوأ من الأشخاص من الحب دائماً تتوقع الأسوأ من الأشخاص هذين محتمال الشخص اللي تحبه كثير التفكير فيه وتنظر إليه كأنك ترتقب قدومه الحل بالنسبة لي هو دائماً أن تكون عندك ثقة أن أي شيء راح يصير أو يحصل لك راح يكون في مصلحتك عندما تكون وثق من الداخل أن أنت فعلاً كل شيء يحدث في حياتك من أجل مصلحتك ما راح تكون في مرحلة قلق متى راح يرجع وهل إحنا راح نكون مع بعض هل سألاقي الشخص اللي أحس السلمي التبعي هاي الأسئلة ما راح تكون موجودة عندك فصحتك متعلقة بنفسيتك الفترة القادمة ننظر إلى الحياة العاطفية عندك سبت الأخصان طاقة نارية طاقة الشخص المنتصر اللي يحيطون بأشخاص في احتفال وعندنا كرت الأمبراطورة أرى أن واحد منكم في حياتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب كان في مشكلة وأساس هذه المشكلة أنه كان في شخص مستعد للارتباط أكثر من الثاني كان في شخص جاهز سواء أنت أو هو يا برج الجدي كان في شخص مستعد أن يقفز يوقع عقد الزواج يبني أسره ينجي بالأبناء عندنا طاقة الأم الأرض وشخص كان لحد الآن مستمتع باهتمام الأشخاص أو الغرباء اللي حولها لحد الآن يحب أن تكون لديه الكثير من الخيارات شخص واثنين وثلاثة وتكون جميع أيضا خيارات مفتوحة ما يحب الارتباط ما يحب الالتزام كان هذا السبب الرئيسي وإن كان في حب وإن كنت سول ميت لكن هذا هو التحدي الأكبر اللي واجهت العلاقة كنت تريدون أشياء مختلفة شخص عين على الأسرة وتكوين الأسرة وشخص عين على مجرد المشاعر أو الإسمتاع في اللحظة كأنما لا يريد أن يفكر ما الذي سيحدث في المستقبل احتمال أنت احتمال الشريك خذها بالجانب اللي يناسب وضعك ولكن مقابل الأم الأرض عندنا كرت العدالة برج الميزان وأيضا لدينا كرت الجوزة العاشقين والسول ميت احتمال أن هذا الشخص أو أنت يا برج الجديد عندما لقيت أن العلاقة لن تؤدي إلا ما تتوقع أو تتمنى من الارتباط والزواج والأسرة قررت أنك تنهي العلاقة واحتمال أنك قبل أن تنهيها بيّنت إلى الشريك أن عينك فقط على الارتباط الارتباط نفسه كرسمياً كتوقيع عقد الزواج هذا ما يهمك في الحياة حالياً أو هذا ما يهم الحبيب ولكن الشخص الثاني كان دائماً مستغرق فقط في مشاعره في اللحظة من النوع اللي يحب أن يستمتع في اللحظة وخلاص عندما تنتهي يرجع إلى أموره المعتادة وخياراته العادية يحب الحب من أجل الاستمتاع ويعرف أنه أنت سول ميت هذا الشخص يعرف أنه التقى بالسول ميت تبعه ولكن في نفس الوقت يجد صعوبة في التخلي عن جميع خياراته المفتوحة والارتباط ولكن عندما تتلاقى الامبراطورة مع كرت العدالة وست الأقصان مع العاشقين أرى أنه على المدى الطويل سيكون هناك مثل التسوية ستلتقون في المنتصف ولكن ليس المستقبل القريب لأنه لدينا الكرتات الكبيرة الكرتات الكبيرة تقول لي أن راح تأخذون وقت من أجل أن تصلون إلى نقطة مشتركة رغبة مشتركة من أجل أن تقع رغبتك جنب أو مع رغبة رغبة الحبيب الموضوع راح يأخذ وقت لأنه في شخص حاليا جداً مستمتع بحياته ممكن أنت؟ ممكن الشريك؟ ما أعرف ولكن في النهاية هذا الشخص اللي قاعد يستمتع بخيارات كثيرة في حياته راح يدرك أنه ليس كل ما يلمع بهذا لديه فعلاً فقط شخص واحد هو يحبه بصدق لديه فقط صلمة واحد وعندما يدرك هذا الشيء هذا هو مربط الفرس عندما يدرك أن كل هذا الاستمتاع بالآخرين ما عاد يسعده لأنه عنده أربع الخماسيات راح يشوف أنك توقفت عنده المتعة توقف عنده النموم وأيضاً احتمال أن خسرت الطرف الآخر عندما يدرك هذا الشيء راح يكون فيه رجوع إن شاء الله راح أسحب لك كرت واحد تبع النصيحة الأخيرة I love you These are powerful words أنا أحبك هذه كلمات قوية هذه الرسالة للجانب العاطفي مجرد اعتراف هذا الشخص اللي كان في السابق غير مستعد للأرتباط مجرد اعترافه بالحب اللحظة بالنسبة لهذا أيضاً كرت يرجع إلى كرت العاشقين اللحظة اللي يدرك فيها مشاعره تجاه هذا الشخص وما الذي يعني إليه هذا الشخص راح تكون مثل المصبح اللي يولع في حياته راح يكتشف هذا الشيء ورح يرجع بسرعة ويخبر الطرف الثاني إنه ما يحبه وهنا راح تكون مثل ما قلت لك النقطة المشتركة في المستقبل راح يكون فيه حب ورح يكون فيه هدوء من بعد العاصفة وأيضاً راح يسحب لك كرت تبع ما تتوقعه احتمال أن هذا الشخص اللي انسحب أو كان غير مهتم أو غير متمسك بالعلاقة واختم الأوقات هو الذي في لحظة ما كأنه ما ينزل عليه ملاك التنزيل وتكون بالنسبة له صدمة يدرك أنه خسر الشخص الثاني ويدرك مقدار حب للشخص الثاني ويرجع بسرعة راح تكون لحظة جداً مهمة أو صادمة حق الشخص اللي في الأعلى برج الجديد صار عندي فضول أعرف هل أنت الشخص اللي في الأعلى هل أنت الشخص اللي حالياً لا ترغب في الأرتباط وتحب أن تخلي علاقاتك مفتوحة ولا أنت الشخص اللي كنت ترغب في الأرتباط والحبيب أو الشريك غير مستعد لك خبروني في الكومنتز لأن أيضاً المرأة راح تختلف عن الرجل شوية في القراءة وايز وومن أوف وندرلاند أحد الأبراج أيضاً السابقة حصل على نفس الكرت السيدة الحكيمة في مملكة الأحلام مملكة وندرلاند الصدق بالضبط هذا هو المفتاح للمستقبل التسوية قلت لك في تسوية راح تكون في المستقبل في شخص منكم راح يكتشف مقدار حبه للشخص الثاني وأنه فعلاً خسره وما يعنيه له هذا الشخص من بين كل الأشخاص الموجودين وكل الخيارات الموجودة وهذا الشخص راح يرجع جداً إنسان مختلف عنده كأنما مثل الواند أو الغصن في يده وهو مستعد أن يسوي العلاقة ويصلح لإحتمال أن أفسد في السابق